خطة حكومية لإحلال الشرطة في المدن بدلا من الجيش وميليشيات الحشد التي ستتحول إلى معسكرات واقعة خارج المدن أو في ضواحيها هذا هو العنوان الرئيس لكن الشيطان يكمن في تفاصيل هذه الخطة المناطق المستعادة التي شهدت حربا طاحنة مستثنات من هذا الإجراء ما يعني أن ما تبقى من الناس فيها سيبقون تحت همنة الميليشيات التي تتعامل مع المنطقة كأنها ملكتها بالقوة فتنهب وتسلب كما تشاء وتنفذ فيها خطط تغيير ديمغرافي خطيرة أكثر من أربعمائة ألف عراقي ممنوعون من العودة إلى مدنهم بقرار من الميليشيات التي تستولي على المنطقة وأبرز هذه المناطق ناحية جرف الصخر شمالي بابل التي تسيطر عليها ميليشيات عدة منذ عامي 2014 بحسب مصادر أمنية في العراق فإن الأوامر العسكرية والأمنية الجديدة بخصوص نشر قوات الشرطة بدلاً من الجيش وميليشيات الحشد لم تشمل مدن الأنبار وصلاح الدين ونينوى والموصل وديالة بل اقتصرت على مناطق الفرات الأوسط ومحافظات الجنوب مراقبون أكدوا من خلال مصادر مسؤولة أن استثناء هذه المناطق من الخطة الحكومية الجديدة راجعة لأن قرار هذه المدن ومصيرها ليس بيد الحكومة وإنما مرتبط مباشرة بطهران وسط صمت مطبق من النواب الذين من المفترض أن يمثلوا سكان هذه المحافظات وعلى العكس تماماً تشهد المحافظات المنكوبة سلطة ونفوذاً متزايداً للميليشيات التي أصبح لها اليد العليا في كل شيء حتى الجيش الحكومي لا يستطيع تجاوز سلطتها كما أن استثناء هذه المناطق من خطة إخراج الميليشيات يؤكد بشكل قاطع أن المشروع الإيراني الطائفي مستمر في ظل غياب منظومة سياسية وطنية